اشتركوا في القناة قادة التطوع وهذا مشروع دائبنا على تنظيمه كل سنة وهذه السنة بفضل الله وصلنا إلى الدورة العاشرة التي تنظم تحت شعار التكوين وتطير لابنة أساسية لضمان مساهمة فاعلة لتدبير وإدارة الأزمات كورونا كوفيد 19 نموذجا برنامج هذه الدورة يتضمن مجموعة من الفعاليات ومجموعة من اللقاءات يساهم معنا فيها طلة من الأطور المختصة في العديد من الجوانب والاختصاصات من داخل الوطن ومن خارجه وكذلك لنا برنامج خاص بالأطفال لمواكبة هذا الحجر معهم ولتكسير الروتين اليومي خاصة بعدما سوف تنتهي يعلن عن انتهاء الدراسة المدرسية وذلك من خلال إنشاء مجموعات بالمصطلح القديم فرق للأطفال واليافعين والشباب يترأسها المرشيد والمرافق لهم من أجل المواكبة عاملة لأننا اكتشفنا على أن هؤلاء الأطفال وكذلك اليافعين والشباب بدأوا يعتمدون على التواصل فيما بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل التي خاصة الأطفال يستعملون فيها ويعتمدون فيها على ألعاب إلكترونية لا نعرف مستوى خطورتها لهذا قررنا أن ننظم دورة تدريبية لأطورنا المرافقة لهم وكذلك لليافعين والشباب لخلق مجموعة من الأنشطة عن بعد إلى حين نرفع هذا الحجر ونكون مستعدين للمساهمة كعادتنا في المخيمات التربوية وملتقيات اليافعين والمعسكرات التدريبية التكوينية للشباب شكرا